جاك الصينية تتحطى تويوتا بهذه الأسعار لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس هذا لصلكم كل جديد إلى تفاصيل الموضوع أعلنت وكالة شركة جاك أن الشركة ستبدأ بطرح سيارة ستيويت برو الجديدة في عدة أسواق عالمية لتنافس من خلالها مركبات البيك أب من تويوتا ونيسان وتتميز جاك ديويت برو بمظهر يوحي بالقوة والحدثة بنفس الوقت وهي كلمة بطول خمسة أمطار واثنين وثلاثون سنتيما وقمر مزدوجة بسفئين من مقاعد الجندي المريحة التي تتسح لخمس ركاب وحصلت الصير على مصابيح تعمل بأحدث التقنيات الثلاث وعجلات عارضة بمقاسات الثمانية عشر إنش وأنظمة تعريق ممتازة تجعلها قادرة على تشياس الطرق الوعرة بسهولة وعلى مساحة نقل خلفية يمكن نقل 900 كيلوغرام من الحمولة فيها داخنيا حصلت الصير على قمرى أنيقة وعصرية وجهز زواجها في القيادة بها بشاشة لمسية بمقاس 10.4 بوس يمكن إقرانها بالهواتف والجهزة الدكية وزودت المقاعد والمقود بأنظمة تدفئة كما جهزية القمرى بأنظمة تكيف ممتازة وحصلت الصير على حساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية ونظام دفع رباعي وعدة وضعيات قيادة تناسب مختلف أنواع الطرق ونظام للحفاظ على الدبات في المنحدرات وستطرحها جاك في روسيا بنوعين من المحركات محرك توريبني بسعر 2.4 لتر وعزم 204 أحصنة ومحرك توريبني بسعر 2 لتر وعزم 139 حصنة وستعمل هذه المحركات مع علبة سرعية دوية وأوتوماتيكية ترجمة نانسي قنقر